وفقا لتقارير علمية تستعد وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لإطلاق نظام اتصال متفوق يعتمد على أشعة الليزر ليسرع بشكل كبير عملية نقل البيانات بين كوكب الأرض والفضاء الخارجي هذا النظام الجديد للاتصال بين السماء والأرض من المتوقع أن يحل محل نظام موجات الراديو الذي اعتمدته ناسا منذ بدء الرحلات الفضائية منتصف القرن الماضي تكمن أهمية النظام الجديد المعروف اختصار بي أل أس أو سي أر دي بشكل خاص أنه سيحدث نقلة كبيرة في عملية نقل البيانات المرسلة من الفضاء الخارجي إلى كوكبنا كوكب الأرض أل سي أر دي ولبيان الفارق يقول العلماء أن النظام الجديد لن يستغرق سوى تسعة أيام فقط لإرسال خريطة كاملة للمريخ فيما نظام موجات الراديو المعتمد حاليا يستغرق تسعة أسابيع لإنجاز نفس المهمة أي إرسال خريطة للمريخ وهو ما يعني وبعملية حسابية سريعة أن نظام ناسا الجديد لنقل البيانات من الفضاء إلى الأرض سيضاعف من حجم نقل البيانات بما لا يقل عن مئة ضعف وهو أمر سيساعد بلا شك في إنجاز مهام واكتشاف أكثر وفي وقت أقل بكثير ومن محاسن أيضا النظام الجديد أنه يستهلق قدرا أقل بكثير من الطاقة وهذا يعني استنزافا أقل للطاقة في المركبات الفضائية وهذا أمر يكتسب أهمية كبيرة أيضا للمهمات الفضائية بشرة أخرى بخصوص هذا النظام وهي أنه إطلاقه ليس ببعيد اتحددت وكارة الفضاء الأمريكية الثالث والعشرين من يونيو الموعد لإطلاقه وهذلك بعد تجارب أخيرة من المرتقب إجراؤها بين محطتين أرضياتين في ولاية كاليفورنيا وهواي بالولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة تأثير عوامل الغلاف الجوي عليها وبعدها تقول لاسا أنه سيتم الاعتماد بالكامل على هذا النظام في البعثات الفضائية الفعلية للحديث أكثر معنا من القاهرة نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء في الأمم المتحدة علاء النهري أهلا وسهلا بك أستاذ علاء معنا بداية حدثنا عن أهمية تشغيل هذا النظام وماذا يعني لسكان الأرض هذا النظام الجديد طبعا النظام الجديد لازم نقول يعني إيه الليزر يعني حتى ترجمته بالعربي هو تضخيم الضوء بالانبعاث المحفز للإشعاع إذن فيه أنصر وهو سينستيك يعني هو مخلق فيه أنصر يعني فيه تجربة حديثة تمت على السيديم عن نوات السيديم زودت سرعة الليزر 7% عن سرعة الضوء المش المهم أو ما مفكرش حاليا في سرعة الليزر فهو يعادل حاليا يعادل سرعة الضوء اللي هي 300 ألف كيلو متر في الثانية المهم النقل الكيميات الكبيرة من البيانات حجم البيانات الضخم يعني نظام الوايف موجات الراديو بضعة موجات الراديو ينقل بضعة ميجا بايتس في الثانية لكن ده هينقل لي زي ما حالك قلتي أكتر من 100 مرة عن موجات الراديو المشكلة في موجات الراديو أنها تطلع في الغلاف الجوي في الطبقة العليا المتأينة أو المشحونة للايونسفير بيقابل مشاكل دي مش هتكون موجودة في الليزر لأن الليزر ليه طاقة عالية جدا وبالتالي بيخترق الأجزاء ومر بمرور سريع فبعا ما فيش المشكلة المشكلة دي مش هنقابلها في الغلاف الجوي خاصة عند نقل البيانات أو حتى مرور الليزر خلال هذه الليزر الليزر مهم جدا في دراسات الفضاء يعني أكتر من كده في علوم الفلك هنقدر ندرس بالليزر موجات الجاذبية اللي هي بتنتج من انفجار النجوم يعني احنا النهاردة ما نفكرش في الفضاء القريب لو نفكر في الفضاء الصحيق ودولة المرات العربية النهاردة ارسلت الفضاء الصحيق المتبار للأمل اللي ان شاء الله أنا بقول المرة الجاية هيكون طالع بمعدات عليها ليزر عشان يبتدي وينزل يعني لانجبا على المريخ يعني هو النهاردة هو في الأوربت ان شاء الله ينزل على المريخ يكون فيه معدات به ليزر الليزر مهم جدا في حاجة يعني فيه مهمزات أخرى كثيرة منها أولا أن نسبة الخطأ عند عمل خرائط للمريخ أو الأرض والمزمة عملها بمصبار الأمل بتبقى بضعة مليمترات ثانيا يقدر يعمل 3D أو 3D خرائط سلسية الأبعاد بشكل كبير جدا ممكن نركب أكثر من بيم للليزر على الأمر الصناعي كما أنه ياخد حجم قليل وطاقة طبعا أقال لكن بأخد حجم قليل على الأمر الصناعي مقارنة بأجهزة الموجات الرديو هنا بما أننا نتحدث عن الطاقة وسرعة البيانات عندي سؤال فقط لنستوضح أو لنفهم تفاصيل النظام الجديد اليوم عندنا هيد المركبي اللي عليها عندها طاقة محددة هل اليوم سرعة نقل البيانات واستخدام طاقة أقل من المركبات الفضائية سيطيح لرواد الفضاء أو من هم في هذه المهمة من البقاء أكثر أم هذا الموضوع لا يتعلق بالآخر هو المفروض يعني ما يتعلقش هو يرسلوا بيانات كتيرة ممكن يقل طبعا مكسهم في المركبة لأنهم يبعطوا تقريبا كل البيانات اللي هم عايزينها في فترة زمنية وجيزة فده طبعا ممكن يخليهم يرجعوا أسرع ده حقيقي لكن المهمة أول أنهم يبعطوا أكبر كم من البيانات باستخدام الليزر وطبعا هم لو بعتوا جميع البيانات اللي هم عايزينها أو الرحلة بتاعتهم مخططة لها خلاص مش يبقى وجودهم فايدة أكيد هيرجعوا تبقى الرحلة أكثر أكيد يعني أكيد طيب أيضا اليوم بحسب الناس أنه بعد يتوقع أنه أن تجري تجربتين في كاليفورنيا وفي هواي ولكنها حدد التاريخ البدء بعمل بالنظام الجديد هل هذا يعني أنه فعلا ما تقوم به شكلي فقط الناس وأن هذا النظام أثبت فعاليته هو على فكرة النظام ليس بجديد يعني يعني الناس بتقول هنعم الجديد الجديد اللي هو هيبتدي ينقله بيانات من الفضاء الصحيق إلى الأرض بكمية كبيرة لكن الناس عندها أمر اسمه آي سات الآي سات ده استخدم الليزر بيم أو شعاع الليزر لمعرفة سمك الجديد على الأرض وبالتالي ممكن استخدمه فوق ولكن هم بقولوا هنضع هذا النظام الجديد لكنهم بالنسبة لهم مش جديد سانين هم مستخدمينه في عسكرة الفضاء أساسا يعني في عسكرة الفضاء بالليزر يعني طبيعي البلاد المتحدة الأمريكي مستخدمها في الأخمار بتاعتها وإن هي ما يسمى بحرب النجوم وفيها الليزر لأن الليزر ليه طاقة عالية جدا ويمكن انتاج الليزر برضا ذو طاقة منخفضة لو أنتجنا الليزر ذو طاقة منخفضة ممكن استخدم في الرادار الضوئي يعني استخدم في الرادار لكن الطاقة العالية أو الصلبة دي ممكن أنها تعترض صواريخ باليستية وتضرب أماكن أخرى فيبع مولة على فكرة يعني ناسة عندها الليزر وأمريكا عندها تقليل الليزر من زمان ولكن الجديد أنهم هيتطلعوا الفضاء الصحيق في المنظرات عشان يجمعوا أكبر كم من البيانات الموجودة مقارنة بالريديويف شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من القاهرة نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء في الأمم المتحدة على النهري شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك